المرتبة الثانية من مراتب الدين الايمان ما هو الايمان الايمان هو قول باللسان كأن تقول لا اله الا الله وهذا الذي تقول بلسانك لابد ان تعتقد هذا بقلبك يعني الباطن يوافق الظاهر ولابد ان تعمل بهذا اليمان بجوارك كأن تصلي مثلا ولابد ان تعمل بهذا اليمان بقلبك كأن تخاف من الله لا من غير الله الايمان يزيد وينقص اذا هذا هو الايمان لا بد في معنى الايمان من خمسة اشياء أركان الايمان ستة لكن تعريف الايمان لا بد في تعريف الايمان من امور خمسة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب وعمل الجواره يزيد وينقص اذا وجدنا انسان يقول بلسانه كل ما قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهادة الا اله الا الله والصيام وكذا لكن لا يعتقد بقلبه ماذا نسميه هذا منافق نفاق اكبر اعتقادي في الدرك الاسفل من النار اذا كان يقول بلسانه اذا كان يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه منافق نفاق اكبر اذا كان يقول بلسانه يعتقد بقلبه يعتقد ان الامان حق وان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام هو عبد الراه يعتقد كل شيء لكن لا يقول بلسانه وهو صحيح لا يعتقد بقلبي لكن لا يقول بلسان لا يعتقد بلسان وهو صحيح معافة قادر على الكلام هذا ماذا نسميه هذا عليه أئمة الكفر عليه إبليس عليه إبليس